تبقى جرائم غسل الأموال ونهب المال العام في العراق تشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات العراقية وتشكل خطراً على العراق فسراق المال العام يتفننون بأساليب السرقات سواء عن طريق الزواج الصوري أو فتح مشاريع وهمية كواجهات المحلات الصورية ومشاريع العقارات الوهمية كلها أساليب حديثة يستخدمها السراق لغسل الأموال خبراء يرون أن غسل الأموال في العراق هو في الأصل من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي غالبها يأتي من جرائم الفساد والمخدرات والتهريب بكل أشكاله واكتساب المال غير المشروع ورغم الإجراءات الحكومية إزاء قضايا الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة إلا أن عمليات سرقة المال العام مستمرة ويعزو خبراء ظاهر التفشي السرقات إلى اتباع نظام المحاصصة السياسية في بعض إدارات المؤسسات الحكومية والفساد المتفشي فيها طوال السنوات الماضية وإلى سياسة النهب الممنهج للمال العام مما تسبب في ضياع الكثير من تلك الأموال واتباع طرق وأساليب غير قانونية لغسل تلك الأموال لصالح السراق وفي ظل استخدام أساليب حديثة في سرقة المال العام وغسله إلا أن حيتان الفساد في العراق الذين سرقوا عشرات المليارات من الدولارات لم يحاسبوا حتى يومنا هذا الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية في العراق إعادة النظر في حساباتها وإجراءاتها لمحاسبة حيتان الفساد فضلا عن استرجاع الأموال المسروقة والمهربة إلى خارج العراق والقضاء على ظاهرة غسل الأموال اشتركوا في القناة